تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أقيم حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث تفضل سموه بتكريم كوكبة جديدة من الطلبة وشاركهم فرحة التخرج وخلال حفل التكريم أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي أن بناء كويت جديدة يعتمد على إنجاز متطلبات المرحلة الجديدة من خلال كفاءات قادرة على رفع التحدي أنها لرعاية تترجم بجلاء نظرتكم الحكيمة الثاقبة التي ترى أن بناء كويت جديدة سيعتمد بصورة كبيرة على العمال الماهرة القادرة على إنجاز متطلبات المرحلة الجديدة والنهوض بأعبائها الجسام فلم يعد كما لا يخفى على شريف علمكم العمل المكتبي التقليدي كفيلا بتحقيق ذلك بل صار في حكم واجب المتحتم توسيع دائرة الإفادة من المهنة التطبيقية لما لهذا القطاع العامل من أثر فعال في تسريع عجلة الإنتاج الوطني وزيادة دخل الدولة وتنويع مصادر ثروتها ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعلى لسان المشرفين عليها جددت التأكيد على أن مشاركتها ستكون فاعلة في تنفيذ خطة الكويت المستقبلية 2035 هناك طائر يغرد في أفق الحلم الكويتي وتعمل معه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بكل الجدية مع زميلاتها من مؤسسات الكويت هذا الطائر اسمه الكويت 2035 إنها الكويت الجديدة المركز المالي والتجاري والثقافي إن شاء الله إنها بلاغة الموقع الجغرافي والطاقة البديلة وإنها بلاغة الاقتصاد المعرفي ومدينة الحرير إنها ميناء بارك وإنها المصفات الرابعة ثم إنها بعد ذلك السياحة الثقافية بكل متعلقاتها الجمالية الخريجون جددوا العهد مع النجاح والتألق مؤكدين أن التنمية الوطنية عمودها الأساسي الشباب الشباب هم الطاقة المحركة لتنمية المجتمع وارتقائه وهم أساس أمنه واستقراره وهم الثروة الباقية وهم نصف الحاضر وكل المستقبل لقد تعلمنا من هذا المنطق السامي أن تكون طموحاتنا وآمالنا متجهة دائما لخدمة وطننا الكويت لنعلي البناء ونسهم في التنمية وسوف نمنحه خالص الولاء له ولولاة أمرنا ونحافظ على أمنه واستقراره وممتلكاته وثرواته تكريم متفوقي طلبة التطبيق مثل مناسبة جديدة للتأكيد على الرعاية السامية الفائقة للشباب وأهمية مساهمة الخريجين الجدد في بناء أفق تنموي جديد لكويت المستقبل